اعلنت القوات الحكومية ارتكاب الميليشيات الحوثية 4226 خرقا منذ بداية الهدنة الاممية في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتاعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة واشارت القوات الحكومية الى استمرار الميليشيات في تصعيدها بقصف المدن المكتظة بالسكان والنزحين في مأرب وتاعز بطريقة ممنهجة ومتعمدة الى جانب استحداث متارس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش المختلفة بالسلاح المدفعية والاسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة والطائرات المسيرة بالاضافة الى الدفع بتعزيزات الى مختلف مواقعها القتالية